سلام تول مانتون تكونوا كلكم بخير وعلى خير بحل دي ما اليوم ان شاء الله نزولا عن طلب بزاف منكم سواء متابعي القناة عندي في اليوتيوب او لصحادي في انستغرام فمن بعد ما شاركت معكم النام ازياتيك بالحوت بزاف منكم جربوا الوصفة ويعجبكم المداق الاسيوي الحقيقة اللي جا في هادوك النام فنزولا عن طلب بديلكم تلبطوا مني بزاف الانواع دي اللينام من غير هادوك فاليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم دينام ازياتيك نوع اخر وشكل اخر كي يجي وراء غزالين ما تشبعوش منهم بنان ومقرمشين غادي نشارك معكم حشوة آسيوية جديدة بمدعق جديد منكها جديدة طريقة الخدمات دي اللينام باش ما يترتقوش وكي تلق لي باش يحافظوا على التقرمشة اطول مدة ممكنة باش تحصلوا على دينام آسيوية بمداق آسيوي بامتياز وصفة اليوم ان شاء الله هما لنام من المطبخ الفيتنامي شاركت معكم الوصفة الليولة دي اللينام من المطبخ الفيليبيني التايلوندي فاليوم ان شاء الله لنام المطبخ الفيتنامي كيفاش كي صوبوا الفيتنام اللينام دي اللهم عندهم بزاف دي الاشكال وبزاف دي الالوان والنكهات دي اللينام قدي نشارك معكم اليومين ان شاء الله لنام بتجاج بنكها دي الجاج وبنكها آسيوية ومداق غزال كي حمقوا الطبيلة الرمضانية دي لكم العشاق لنام في الفطور او اللي في العشام عشليدات كي يجوا رائعين بواحد المداق اللي غدي يولي وعندكم معتمدين من اول تجربة ليهم وكترت ما كي يجوا بنان بالمداق الاصلي دي اللينام الاسيوية بتجاج بقومعي ان شاء الله حتى الاخير دي الافيديو بشوف المكونات وطريقة بتحضير لنام من المطبخ تايلوندي بتجاج اول مرحلة بتحضير هاد الشيوة هي الخدمة دي العمراء او للحشوة في كاسرونة او الشي حاجة اللي تقدروا تحتو على البطا غدي ندير قياس نسكاز العنباد يزيد ججلال اللي كي يكون محمر خدمو بأي مركة طفرة لكم موجودة زيد ججلال محمر في كاغفوغ مرجان عند الناس كي يبيع لوازم الحلويات اهم حاجة كتخدموه بزيت ججلال اللي كي يكون محمر حيث كتكون في الريحات القليلية ناخد هذه الزيت نديرها على عثيم هي لو نخليها حتى كتسخونة مزيان هنا في هذه الزلافة عندي من ستحت السبعة الدروس ديال التومة مدقوقين كنزيد عليهم هذه الزيت وهي سخونة باش كنطفيت التومة بالزيت وكتجي فيها واحد المداق واحد الريحة آسيوية غزالة الزيت ججلال تقدروا تعودوها بزيت نباتية غير هو السر انك هالأسيوية الزوين في النام هي الخدمة بزيت ججلال اللي كي يكون محمر خلطت المكونات غادي نخلي التومة كتلق في هذه الزيت الزوينة كتكون محمرة وفي نفس الوقت تبرد هنا اخديت 250 جرام ديال الفاغميسل او الشعرية الصينية ديالة الرز ودرتها في المطيب حتى تلقات صفيتة ودرتها في هذه الزليفة قطعتها بالمقص باش مدقاش هكذا كطويلة سنزيد عليها 300 حتى 350 جرام ديال الكفتة ديال الجاج مطحونة سواء كتطحنوها في ديوركم او كتشيروها من عند الناس اللي كي يبيعوا الكفتة ديال الجاج هنا يا عندي حبة كبيرة ديال خيزو حكيتها في الحكاكة الغليظة باش كي يجيو طريفات ديال خيزو بينين 25 جرام ديال الفيطر الاسود او الفيطر السيني درتوه في المطيب حتى تضاع في الحجم ديال وغسلتو مجزيان وشللتو باش نحيد منوذة الطراب وقطعتوه ارقيق في الروبو او لفلها شوار باش يجي هكذا كرقيق ما يجيش كبير هنا عندي حبة ديال الفلفلة صفرة مشوية منقية ومقطعة درتها في صفية باش كي ينزل من هادا كلمة ديالها حبة حمرة ديال الفلفلة حمرة حتيية مشوية ومقطعة مكعبات ومسقطرة في صفية نارس كبير ديال البصلاخ الضرية او لازرينج اونيين كانت عندكم بصلاخ الضرية يخدمو بيها كيف ممكن لكم تعوضوها بوارو او لبل بصله حمرة ارقيقا احنا عندي طريف ديالسكينجبير طري ما يعادل مع القة صغيرة تكون عامرة مقببات ديالسكينجبير طري محكوك سوف نضيف الخريط الثومة اللي طفيت بالزيت ججلان محمر خطير هو السر اللي يجيو به لنم ديال الدجاج مبنان بالمداق الاسيوي سوف نضيف السلسات سوف نحتاج ثلاثة المعالقة كبار السلسات الصوجة اللي تكون خاطرة موجودة في الأسواق التجارية سوف نضيف الخضب لنضيف الخضب سوف نضيف خضب خالف خلطة الأدار كانت مربك الاسياء لنضيف الخضب هذه الخضبات المعلقة كبار السلسات الصوجة سوف نضيفت المركة سوف نشيرها سواء من كغفوغ او مرجان سوف نجد ثلاثة معلقة كبيرة عامرة سلصة سمك ثلاثة معلقة كبيرة سوف نتبال بشوية الملحة و سوف نتبال بشوية الملحة و سوف نسمع القاسغرة السودانية سوف نستغنى عليها تايلنديا المعروفين بالحار سوف نزيد المرحلة و سوف نجمع هذه الحشوة هنا في زلافة ترى بشوية بيضة حجم كبير مع السماع القاسغرة سكر سنيدة سوف نجمع بهم هذه الحشوة سوف نقص من زفورة كي يوازن من معدل حموضة في هذه الحشوة و سوف نجمع بشوة لأخري مكونات مع بعضهم لنحصل على حشوة في هذا الشكل سوف نستغنى لنام سوف ندخل بورقة اجتمع فرصة الروز خدماء من الصغار ايقالي دوري اجمع فرصة الروز تطلق لك الورقة هذا الروز سيسهل الخدمة الورقة الروز لتسهل خدمة الروز ندرها في الروز يكون دافي حتى تحسو بهم بدو كي يرطابوا لكم في ديكم كتاخدوا الورقة كتصوبها أو كتسرحوها فوق السربيتة اللي انتم حاطين فوق اللي بلون دوت خباي او لفوق طبلا علش كتخدموا السربيتة تكون النشفة باش كي يسهل عليكم تشكال دي الورقة سوف ندير اللينام حجم ما بين صغير حتى المتوسط الحجم اللي بغيتو كندير الحشوة بهذا الشكل وكنجمع الورقة ديلة الروز من جناب على شكل سيغار وكني كتكونوا كتجمعوا اللفائف ديال اللينام كتحاولوا انكم تكرزوا شوية هذيك لابات ديال الروز باش ميجيوش اللينام هكذا كمرخيين ما تزيروهمش بزاف باش ميطرتقوش او لا تشرق ليكم وتقطع لابات او لورقات ديال الروز كتجمعوا وانتم ما كتتروليو السيغار وانتم ما كتزيرو شوية يديكم باش كتحصلوا على حبة ديال اللينام بهذا الشكل مفينية مقادة انتم ما كتديرو بالحجم اللي بغيتو غيرهما مني كيكونوا سواء صغار او لمطسطين كيجيو حلوين كتستمروا بنفس الطريقة غدي نعود معكم واحدة اخرى كتتسزقوا الورقات ديال الروز بمجرد ما كتحسوا بها بدات كترطاب لكم فيديكم كتحطوها على السربيتة كتصوبوا الحشوة ديالكم بالقياس اللي بغيتو كتبدو كتجمعوا الجناب ديال الورقات ديال الروز وحاولوا انكم مني تجبدو الورقات الروز وتحطوها باش تخدموا باما شا تحطوها مش بتقديوشي غراد غترجعوا وغتلقوا هنشفات وغتجيكم تتلسقوا ما غديش تاخد ما غديش تعتكم طوع وغتتعصبكم وهي باقية فازقة كتديرو الحشوة كتجمعوا لنام ديالكم كتروليو السيجار واللي صوبتوها في لنام كتحطوها فلاطة اللي كتكون انتو مداجا مفرشين فيها سربيتة اللي كتكون ناشفة وضروري واحد نقطة انكم مني تكملوا التحضير ديال النام ديالكم كتخليوهم ينشفو واحد نساعة هاديك نساعة اللي كتخليو فيها لنام ينشفو قول ما تطيبوهم كتخليهم اول حاجة مني كي يطيبو كي يحافظوا على التقرمشة ديالهم اطول مدة ممكنة تاني حاجة مني كتكونوا كتطيبو فيهم ما كيترتقوش عليكم لنام كتبضى ترتق الحبادية لنام كتطر عليكم الزيت فضروري تخليوهم ينشفو بالنسبة لطريقة الاحتفاظ الناس اللي غاد يخليوهم في المجمد كتستفوهم هكدو كتدخلوهم المجمد مني كي يجمدو كتديروهم في ساشيات ديال الكنجيلاتور وكتدخلوهم جامدين كتحتافظو بهم وقت ما بغيتوهم كتجبدوهم كتخليوهم كتطلقو اعاد قدروا تطيبوهم ما كين حتى شي مشكيل بالنسبة للطياب فانه هنه يدرت كيمية ديال الزيت فمقلة غاد ينطيبهم ديما لنام كي يطيبو على عفية تكون مجهده باش لو ورقات ديال الروز ما تشربش لكم ليدام بزاف ويجو لنام زيتين من الداخل ديالهم كتديرو الزيت على عفية مجهده مزيان حتى كتسخون مزيان عاد كتحطو الحبات ديال النام وكتبدو كتقليو فيهم هنتو مره مني كين شفو راح كيتنفخو ولكن ما كيترتقوش لانهو مناش فين وكيحافظو على التقرميشة دي اطول مدة ممكنة هادو من بين الاسرار ديال النام في الطياب ديالهم وكيف مما قلت تقدرو تجمدوهم مني كتبغيوهم كتجبدوهم المجميد خليوهم يتطلقو حتى يرجعوا لحالة طبيعية ديالهم وديك الساعة كتقليوهم عادي ما كيوقع لهم تشي حاجة هاد سؤال هذا جاني بزاف الفيديو ديال النام اللي شاركت معكم ديال النام بالحوت فكلكم سوالتوني وشي قدروه لنام يتجمدو بطبيعة الحال جمدوهم بالورقة ديالة الروز ما كان حتى شي مشكيه هنا من بعد ما طابوا لنام و تحمروا مزيان كتزوهم و تبدو تسقطرو فيهم سواء كتسقطروهم على بطبيعة بسوغبان ولا في شي شبيكا وكتقدموهم مرفوقين بالسلصة اللي بغيتو يا اما بسوسترياكي او لا بلا سوصو جام خفيفة كتكون خفيفة ان شاء الله سنشارك معكم سلصات خاصة بلنام كيكونوا سلصات مركبة سلصات مركبة سلصات مركبة تعلمتهم او اللي علمتهم ليا الصديق اللي سبق لي وشرت لها من الاصول الاسيوية لأم ديالها عندها محل مختص في لنام في الفيليبين في مانيلا فقاح سلصات اللي كتقدم لأم ديالها في هذا المحل علمتهم لي هذيك السيدة و كنقدمهم على لنام كل نام بسلصات دياله و سلصات ديال لنام بالدجاج و ديال الحوت و ديال الخضار و أشكال و ألوان شاء الله ندير فيديو خاصة للسلصات المرافقة لنام و كتقدموهم صحة و راحة سواء دفين أو لاسخان زينوا بهم المائدة رمضانية ديالكم أو لا كوجبة ديال لعشام عشليضات أو لا مرافقات كي يجو الرواع ممكنش تجربوا هذي النام أو لا تسربيوهم و يدوقهم عندكم شي حد و ما يسولكمش على المداقق ديالهم و على الوصفة و طريقة التحضير بكثرة ما كي يجيو بنان بزاف كي يحمقوا كي تكونوا كتاكلوا فيهم كتحسوا برسكم كتاكلوا لنام آسيويين على حقهم و طريقهم كأنكم تتاكلوهم في آسيا ما شوف ديالكم مبقى لنقول لكم صحة و راحة إلا عجبتكم الوصفة ديال لنام والآسيويين بجاج متبخلوش علي بلي لايك لي كومنتر الناس ما مشاركينش معي في القناة مرحبا بكم متنساوش تفعلوا جرس الاندار بش وصلكم الجديد كل مرة ندي الفيديو في كيو بناتلي ديال جام شاركين معي ألف شكر تلقى بكم إن شاء الله في الفيديو الجاي على بخوشن تشاو